مالك الجليد الدب الأبيض أو الدب القطبي أو الدب البحري الدب الأبيض بيعيش في المناطق الشمالية من القطب الشمالي الممتد على طول شمال الكرة الأرضية الذي يصل في درجة الحرارة إلى خمسين تقريباً تحت الصفر بيعلم الدب القطبي أولاده على السباحة والأم بتهتم اهتمام بالغ بأولادها الصغار بأطفالها الصغار حتى تعلمهم السباحة لأن السباحة أساس الحصول على الطعام وخاصة الفقمات والدب القطبي ماهر جداً في استياض الفقمات يعيش على الفقمات وكلب البحر يتغزى خلال فترة الشتاء على الفقمات واللحوم وبواقى الحيوانات النافقة في حالة عدم الحصول على الفقمات أو كلب البحر بيصل وزنه إلى تقريباً 680 كيلو جرام وارتفاع الزكر البالغ إلى 3 متر تقريباً في حالة وقوفه على القدمين والأنسى إلى مترين أربعين وقرم القانون استياضه ترجمة نانسي قنقر